هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين عباد الله ربنا امتنع لنا في نعم ادائر مننا نوحد نغلص الدين لو قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين سبحان الله ايات عجيبة في كل شيء ايات تدل انه الجبار انه الملك انه الحق الخالق الرازق المدبر جل وعلا رفع السماوات خلق السماوات بغير عمد ترونها بعد ذا يا اخوانا يجي عبد مسكين ضعيف يعبد غير الله يعبد البشر يعبد المخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون شيئا لا يستطيعون لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور ما عندهم حاجة مع الله لكن عبدهم شهدوا غبورهم رفعوه مجدوهم من دون الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى هو المتفرد بالجلال وبالكمال وبالعظمة وبالكبرياء قل انكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السواء إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اعتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فترى الودغ يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يجاء من عباده إذا هم يستبشرون لما ينزل المطر على العباد يستبشرون بنعمة الله تبارك وتعالى إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أسار لحوة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى هذه نعم الله على عباده من السحاب ينزل الأمثار في سورة الشورى قال وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا يعني من بعد ما يئس الناس من رحمته ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد تبارك وتعالى بعد كل ناس يجي الجو لغيره من العبيد الضعفاء من المساكين قال لي ما عندهم حاجة شكد ربنا بعد ما تكلم عن نعم في سورة فاطر قال تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أي مخلوق نبي ولي صالح ما صالح أي مخلوق قال والذين تدعون من دونه ما يملكونه ما عندهم حاجة يخط 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 تدعون الزل ما عندهم شيء رفع السماوات خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم لذلك ختم الآيات بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فتجعلوا لله تحليف بي وتحليف بي الله تستعم بي وتستعم بي الله لا لا ألجأ رأي ربك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتع علينا بنعمة التوحيد اللهم احينا عليه وأمتنا عليه وبعثنا في زمرة الموحدين يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصالحين إنك جواد كريم وقوم من الصلاة أرحمكم الله